نقطة الأخيرة قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة كنت عايز أتكلم عنها وعايز أقف عندها شوي وأخذ أراء يعني ضيوفي طبعا في البداية بنبارك لمنتخب مصر نفوز في المباراة الأخيرة أمام أثيوبيا 1-0 كانت المباراة مقامة في استاد أو ملعب الدفاع الجوي ودي من ضمن الأجندة الدولية لكن استوقفني شيء شكل الملعب وإحنا النهاردة بنقول عايزين يبقى فيه التفاف حوالي منتخب مصر النهاردة دي يا جماعة مباراة لمنتخب مصر تخيلوا لما كنا بنقول مباراة لمنتخب مصر كنا بنشوف التفاف شعبي وجماهيري في الشارع كنا بنشوف الناس مستنية مباراة منتخب مصر بفارغ الصبر الصورة دي وإحنا شافين العدد الحضوري الجماهيري لا يتجاوز 200 ولا 300 واحد أو 500 واحد في الوقت اللي احنا بنفتح فيه الملعب للحضوري الجماهيري تخيلوا ده شكل ملعب مباراة بيتلعب فيه مباراة لمنتخب مصر فين الإقبال الجمهوري أو الجماهيري لازم النهاردة اتحاد الكرة المصري يوقف عند النقطة دي من قبل كده في مباراة أيضا مهمة وكان بنقول 50 ألف وبرضو العدد الجماهيري أو الحضور قليل تعالوا نشوف في ملاعب أخرى واستادات أخرى برضو موجودة في الأجندة الدولية دي مباراة تونس أمام بتسوانة وتونس صعدت شايفين عدد الحضوري الجماهيري وراء لعبي تونس قد ايه ولو فتحنا الكادرة تلقى والاستاد مليان المفاجأة بقى المفاجأة دي مباراة منتخب موزنبيك أمام بنين في ملعب موزنبيك وانتهت بفوز موزنبيك 3-2 شايفين العدد الجمهور أو الحضوري الجماهيري قد ايه؟ شايفين موزنبيك الحضوري الجماهيري مباراة موزنبيك أمام بنين في استاد موزنبيك حضور جماهيري بساعة الملعب أيضا الجزائر جزائر أمام تنزانيا اللي انتهت بالتعادل السلب 0-0 لو عندنا الصورة يا ريت يا شاب نعرضها تونس وموزنبيك جزائر برضو من وراء اللعيبة حضور جماهيري كبير أنا واحد من الناس بزع لما شوف ملعبنا وده منتخب مصر شوفنا منتخب مصر في 2006 و2008 و2010 والتفاف جماهيري كبير جدا أتمنى من السادة القائمين في اتحاد الكرة المصري يدرسوا الحالة دي ويشوفوا ليه التراجع الجماهيري حصل وليه ما بقاش فيه اقبال على مطشط منتخب مصر مع أننا من هنا بنقول دايما منتخب مصر في المقام الأول منتخب مصر في المقام الأول ودايما دي الرسالة بنوجهها لكل الأندية يا ريت كمان لإعلام يناقش الموضوع ده أنه ده موضوع مهم جدا زي نراب النشأ على أن مرات منتخب مصر ليها الأهمية ولها الأفضلية أنا واحد من الناس زعيت لما شفت الأستاذ فاضي كده كنت أتمنى يكون في عدد جمهور كبير وخاصة الوقت أننا ما شاء الله فتحنا دلوقتي عدد حضور الجمهور كابتن حشيش